اعلن الجيش الاوكراني ان قوات روسية محمولة جوا نفذت ليلة ثلاثاء الاربعاء انزالا في خركاف شرقي البلاد مؤكدا ان قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء الغزاة في ثاني كبرى مدن البلاد وقال الجيش الاوكراني في بيان عبر تطبيق تليجرام ان قوات روسية مجوقلة هبطت في خركاف وهجمت مستشفى محليا وأضاف هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والاوكرانيين وقال انتون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الاوكرانية عبر قناته على تليجرام ان اربعة اشخاص لقوا مصرعهم عندما اصاب صاروخ كراوز روسي منازل في مدينة جيتومير الاوكرانية الثلاثاء والذي كان يستهدف على ما يبدو قاعدة جوية قريبة وقال الرئيس الامريكي جو بايدن في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد امام الكونغرس الامريكي ان نظره الروسي فلاديمير بوتين اصبح اكثر عزلة من اي وقت مضى واكد الرئيس الامريكي ان الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي امام جميع الرحلات الجوية الروسية وقالت وزارة النقل الامريكية وادارة الطيران الاتحادية انه من المقرر التفعيل الكامل لاوامر تحضر دخول واستخدام الطائرات وشركة الطيران الروسية كل المجال الجوي الامريكي بحلول نهاية اليوم الاربعة